مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقسى المرتقبة لنهار الغد دائما الأجوة تبقى مشبسة تماما بكل ربوع الوطن لكن سحب كثيفة سفلة ستنتشر على المرتفعات الداخلية الشرقية مرفوقة ببعض الأمطار على السواحل الشرقية نشاط الرعدي فيما يخص مناطق الجنوب الغربي للوطن السحراء الوسطى مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص المدن التي تقع بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهوغار والتاسيلي خلال هذه الليلة والصباحة تلغى درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 19 إلى 25 درجة بشمال الوطن تتعدى 30 درجة بشمال الصحراء 31 درجة فيما يخص إليزي إنكزان 32 درجة ببرجبج مختار إنصالح وتندوف 34 درجة بأدرار لتقارب 26 درجة بتمنا رسد وجند ظاهرة الغد بحول الله سيكون في ارتفاع درجات الحرارة القصوى بالغرب الجزائري لتقارب 41 درجة بغريزان شلف ومعسكر 39 درجة بكمسان 37 بوهراء المستغانم 34 درجة بالجزائر العاصمة باتنا ستوتتين بكزيوزو 32 درجة بعنابس كيكدا 33 درجة بقسنطين السطيف والجلفة لن تتعدى 41 بشمال الصحراء نفس المقياس بإليزي 45 درجة بإنصالح أقصى الجنوب وعلى مقياس هذه المرة سيكون بأدرار مع 47 درجة تحت الدن للملاحة والصيدة البحرية البحر سيكون هادئ هذا على السباح للوسطى والغربية سرعة رياح لتقارب 20 كم في الساعة يمكن أن تشتد على السوحلة الشرقية لتقارب 40 كم في الساعة هذا بالنسبة لنهار الغد بالنسبة للأيام القليل القادم هذا يوم الثلاثاء استقرار تام للوضعية الجوية الأجواء مشمسة تماما بكل المناطق الشمالية والجنوبية عادة تشكل بعض السحب الرعدية مرفوقة بأمطار فيما يقص أقصى الجنوب الجسائري درجات الحرارة القصوى لتتعدى 41 درجة بشمال الوطن 40 درجة بشمال الصحراء وص 40 درجة بأقصى الجنوب يوم الأربعاء بحول الله الأجواء دائما تبقى مستقرة لكن نشاط الرعدية سيميز إذن المناطق الداخلية الغربية دائما مرفوق بأمطار الرعدية بأقصى الجنوب الجسائري أما عن درجات الحرارة القصوى ستبقى في استقرار بالشمال والجنوب يوم الخميس بحول الله النشاط الرعدية سيكون إذن أكثر فعالية وأكثر نشاط مرفوق بأمطار معتبرة بأقصى الجنوب الجسائري مع خلايا الرعدية دائما منعزلة بالمرتفعات الداخلية الغربية سماء صافية تماما بالمدنة السحلية المرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية شمال الصحراء بصحراء الوسطى درجات الحرارة القصوى لنت تتعدى 41 درجة بشمال الوطن 40 درجة بشمال الصحراء و40 بأقصى الجنوب الجسائري شروق الشمس ليخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغدس يكون في حدود الساعة السادسة صباحا 11 دقيقة عنوين مصلحة ارصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمن